شكرا للتقرير اهلا بكم مشاهدين مرة تانية واخر فقراتنا في النهارك سعيد هيكون كلامنا فيها عن مشروع مصري سعودي لاقامة جسر بر يربط ما بين مصر والسعودية المشروع ده كان الكلام عنه في 1988 وثم توقف الكلام خالص وفي اتجاه دلوقتي لاحياء اعادة احياء هذا المشروع لانه لما في من فايدة للجانبين الجانب المصري والجانب السعودي خصوصا بعد طول 25 يناير وتغير النظام السياسي اللي كان بيحكم واللي كان لحساباته الخاصة جدا خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهاردة مع دكتور حزين احمد حزين استاذ الطرق والمرور بكمة القاهرة صباح الخير يا فن الأول عايزين نشرح للمشاهدين ايه حكاية الجسر اللي ما بين مصر والسعودية بيبتدي فين وينتهي فين يعني بحط الناس معنا في الصورة ويقدروا يعرفوا ايه الفكرة اللي توقفت بقالها يعني عمر طويل عمر طويل اكتر من 20 سنة فعلا هو الجسر البري عبارة عن كبري بيعبر المانع المائي ما بيننا وبين السعودية في اضيق اتساع لي اللي هو عند خريج العقبة او بالتحديد عند جزيرة اتيران يعني هناك اتساع المية اقل ما يمكن ويمكن عمل كبري يربط الجانب السعودي بالجانب المصري طبعا المعروف ان النقل البري ارخص بكتير جدا من النقل الجوي وده اللي هيشجع حركة التبادل الافراد والتجارة بين المملكة العربية السعودية ومصر ليس فقط السعودية لكن احنا هنلاحظ ان لو بس لو جبنا الصور انا كنت يعني هنجبها لاتمول انما الجسر بيعد الجهة الاخر ناحية قارة اسيا كلها فاذا هيربط قارة اسيا بقارة افريقيا ككل طبعا احنا قلنا انه بيبتدي عندنا في جزيرة تيران بينتهي فين في السعودية عند منطقة تابوك رأس حميد منطقة تابوك طيب حالك لما قلت جزيرة تيران انا وقفت عندها لانه جزيرة تيران دي كانت دايما عاملة قلق للنظام اللي فات ايه كانت بقى جزيرة تيران وليه دايما يعني كان حواليها قلق بالنسبة يمكن حتى للجزئية دي انا اعتقد انه الجزء المشكل بالنسبة للنظام البائد كان عنده مشكلة مع جزيرة تيران بالذات وهي احنا بنقول ان هي بداية الكبري جزيرة تيران جاية تقريبا في منتصف الكبري يعني الكبري في جزء قبل جزيرة تيران وجزء بعد جزيرة تيران جزيرة تيران طبعا موقعها استراتيجي انها جاية في المدخل بتاع خليج العقبة وخليج السويس فإذا هي لها نواقع استراتيجي وسياسي هام جدا ده من ناحية السياسية نما من ناحية الكبري بالنسبة لنا هي مهمة عشان نقطة الارتكاز للعامات الكبري طبعا الكبري مشكله هكون إن إحنا إزاي نحط أعمدة الكبري في بحر أعماقه كبيرة جدا وده لسه هنتكلم عن جهانجي بعد ده لكن خلينا على الأول نتكلم جسر بهذه الأهمية ليه توقف الكلام في المشروع وليه الدنيا توقفت حتى هذه اللحظة هو الجسر بدأ الكلام عنه يمكن في التمانينات بعد الانتهاء من جسر الملك فهد اللي هو يربط بين السعودية وبين البحرين لأن فكرة الجسر لربط بلدين دي فكرة كويسة وتعمل تبادل بين الشعوب تبادل فكري وثقافي وكل حاجة وتجاري طبعا بالنسبة للسعودية فيها رحلة العقل الحجة والعمرة فده هيضيف جدا هو ده بالنسبة للجانب السعودي لكن بالنسبة للجانب المصري اللي هي في أسيا ممكن يربط بيها بريا عن طريق هذا الجسر طيب الجسر ده مفروض ان هو طوله قدقيه ومفروض المسافة تقطع في قدقيه من مصر للسعودية هو الجسر من نقص البر بتاعت اللي هي تقريبا بين شرم الشيخ وبين نبأ عندنا في الجانب المصري وبين تابوك الجانب السعودي الجزء اللي هو هيكون كبري فعلا أو كبري خرصانة أو أين كان هيكون كبري حديد أو بأي شكل الكبري نفسه هيكون حوالي ده فعلا لو احنا شفنا مع سادة المشاهدين الصورة اللي قدامنا دي بتبين مكان الكبري اللي هو باللون الأصفر عند المكان الديق في خريج العقبة ده مكان الكبري نفسه ده اللي طوله حوالي 15 كيلو بعد كده جزء الأحمر في الجهة الشرقية اللي هي يمين المشاهد ده الطريق اللي موجود حاليا جوه المولاكة العربية السعودية موجود بالفعل وحنا هنا برضو الطريق عندنا جوه سينا الطريق عندنا موجود اللي هو طريق شرم الشيخ اللي بيطلع من القاهرة أو من أي حتة في الجمهورية إلى طريق شرم الشيخ هو بيستمر لو شفنا الصورة اللي بعدها ممكن نشوف الامتداد بتاع الطرق دي بيمشي ازاي دي صورة عملنا زوم شوية على الجزء اللي هو بتاع جزير التيران قدي البحر على يدنا الشمال في جزء من الكبري هيكون موجود في جزء على يدنا اليمين الجزء اللي على يدنا اليمين دون حوالي 7 كيلو 7 كيلو ونص الجزء اللي على الشمال ده هيكون حوالي 6 كيلو أو 6 كيلو ونص لكن التحدي هيكون في الجزء الصغير 6 كيلو ونص اللي هو الجانب المصر لأن المية زي ما انت شايف مية هتكون عميقة جدا فإذا عشان أسس على بعد عميق عميق خارج دي يعني حوالي 1000 متر وده طبعا مش قليل يعني عبق كبير جدا وفعلا هيحتاج دراسات كبيرة أما الجانب الأيمين اللي شفنا الصورة تاني هتلاقي الجانب الأيمين كده فيه جزء من الصورة لبني شوية ده بيدل إن الأرض هناك قريبة قريبة ما عنديش مشكلة فيها هيبقى سهل هيبقى سهل وبالتالي حتى هي مركب ما بتعديش من الجانب ده يعني السفن التجارية أو الحربية أو أي أن كانوا بيعديش من الجانب الحتة الزرق دي بالنحية التانية اللي هي العماق الكبيرة فده اللي هيحتاج كبري بارتفاع اللي هي الفتحة الملاحية الدولية اللي بيكون بارتفاع حوالي 70 متر زي كبري خناة السويس عندنا أو هو الحد الأدنى 65 متر ارتفاع كبري عشان السفينة تعدى من تحته بأي مواصفات يعني هل تم بقى عمل تصور هندسي وعمل المشروع كاملا وجهز على التنفيذ ولا إحنا لسه هنحدد بقى الجسر ده هيتعامل إزاي ومحتاجين نعمله هل هو هيبقى جسر معلق ولا هيبقى كله إنشاءات سبتة هل ده موجود مطروح كله ولا لسه في الكلام في الحقيقة كدراسة بمعنى كلمة دراسة تفصيلية لسه ما تمش أي دراسة تفصيلية للمشروع حتى دراسة الجدوى يعني اللي موجود ما اعتبرش دراسة جدوى ده موجود دراسة فكرة لكن اللي مطلوب فعلا دلوقتي إن إحنا سواء الجانب السعودي أو الجانب المصري يتكفل بعمل دراسة جدوى حقيقية للمشروع الأرقام اللي موجودة حاليا إذا كنا بنقول إن التكلفة حوالي 3 مليار دولار دي تكلفة تقديرية جدا فكل دي أرقام مبدئية جدا يعني ممكن تكون خمسة ممكن تكون اثنين ونصف مليار دولار لإن ده هيعدمد على مصار الكبري الكبري فيه هيمر بشعب مرجنية فلازم نتفادي هذه الشعب المرجنية فإذا الكلام ده هيأثر على مصار الكبري وعمق الأساسات وهيأثر على التكاليف وهيأثر على كل الحال طيب الجانب المصري ممكن نقول إنه نظام السياسي اللي فات كان واضح جدا موقفهم من الموضوع وأنه حط الموضوع في التلاجة زي ما بيقولوا يعني محد ما عملوش فيه حاجة مجرد تركن فكرة وتركنت الجانب السعودي إيه موقفهم من الحكاية هل هم متحمسين ولا مش متحمسين ولا إيه الجانب السعودي برضو على يعني الواجه الغير رسمي متشجعين لكن ما فيش رغاد دلوقتي تصريح رسمي بيقول إنه هم خلاص عايزين يبدأوا الكبري أو هيدعموا إنشاء الكبري نعم كل التصريحات الغير رسمية بتعتبر مشجعة لإنهم عندهم خبرة سابقة أو تجربة سابقة الكبري بتاع الملك فهد اللي بيربط ما بين البحرين وأنا كنت عايز أسأل على إيه الفرق ما بين ده وما بين الجسر الملك فهد اللي عملته السعودية مع البحرين الفرق الأساسي هيكون طبعا فيه أعماق ده إحنا معنا صورة الجسر ده 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 الجسر بتاع السعودية البحرين فعلا إنتم إنتم شايفوا كده ارتفاعات ومش كبيرة قوي المسافة بين الدعمات بين الأعمى ده ما هيش كبيرة إحنا عندنا المسافة بين الدعمة والتاني هكون حوالي ثلاثة كيلو آآ لإن إحنا لازم تسمح بمسافة كافية لمرور السفن زي ده إنتمش عايز تستعمل تكلفة عالية لكل شوية تنشئ دعمة لإن العماق كبيرة فإنتم تنشئ دعمتين في المنطقة الكبيرة دي كون تكلفتهم عالية جدا أنا كنت برضو جايب صور لو ممكن نعرضها عن باقل يعني تجارب مماثلة في دول أخرى يصعد فيها لدون جسر اللي أنا كاتب تحتيré هايكون فيه الممكن يكون في البرتغال أو في الصين بطول حوالي أربعة وثلاثين كيلو متر أربعة وثلاثين فإذا التجارب موجودة ومعمولة في أكثر من دول هذا السعودية البحرين اللي بعدي دون في أمريكا برضو بطور حوالي يمكن ده مش طويل قوي يمكن بـ 22 ألف فيت يعني حوالي 8 كيلو متر طولي بمهران ده مش طويل قوي ولكن يعتبر برضو تحت... هذا جسر البرتغال ده البرتغال ده طول قوي جدا 34 كيلو تقريبا فإذا التجربة موجودة وفيزبول ممكن تتنفذ هي بس عايزة عملية إرادة سياسية إرادة طبعا معها إدارة أنت الأول تشكل الإرادة أو الخرار نحن نعمل خبرى فهنعمله عن تأثير الجسر بالتفصيل شوية هيبقى تأثيره على السياحة في البلدين إيه؟ هل هيبقى تأثيره على تنمية جزيرة سيناء؟ ده سؤال مطروح هل الجسر ده هيبقى مفيد لحركة العمرة والحج بالنسبة للمؤتمرين المصريين بأنهي شكل؟ يعني بنقول هل ده هيزود السياحة السعودية مثلا من نسبة لمصر؟ يعني إيه تأثيراته؟ وطبعا بعد حديثة العبارة وعبارة السلام اللي غرغ فيها يعني كان ألف شهيد وكان وبدأت تظهر المخاطر اللي بتحوف بالعبارات هذا الجسر كمان تاني؟ اه برضو الجسر ده جسر ملجم ده أعتقد في الصين برضو طوله كبير جدا يوصل حوالي 25 كيلو وده الأبروتش بتاعه ده التصالب كبري بالجانب البري عند الجسر عند الأرض يعني تجارب موجودة؟ اه لا فيه كبير جديدة موجودة وعلى فكرة في أحد الكبير اللي شفناها موجود في منطقة فيها يعني مخاطر بالزلازل وده بيقال برضو على منطقة بتاعتنا احنا وعلى حالة بتاعتنا أن منطقة جزيرة تيران دي منطقة فوالق ومعارضة بس لانت كل أسوأ من الصين يعني اه وبكل حالة هم على الأل هم على أحزام الزلازل الرئيسي يعني بالضبط طب خلينا نرجع للتأثيرات التأثيرات طبعا أي محور طريق بتواجد في منطقة بينشأ عنه تنمية عمرانية زي ما كده مثلا نهر النيل موجود من قديم الأزل ناجع حواليه حضارة برضو لو طريق موجود وعليه حجم حركة مرور طبيعي حجم الحركة دي بيحتاج خدمات حواليه بيوصل الملاطق اللي حواليه بالملاطق الأخرى اللي بيؤدي إليها طريق ولو أضيف ليه خط قطار مثلا قطارات ممكن يبقى أولا ده فكرة برضو موجود أنه ممكن يكون فيه خط سك حديد ينقل البضاع أو الركاب ما بين مصر والسعودية يمر بالكبري لكن الفكرة بصراحة الأهم أن الكبري دوا هيكون يعني يمكن تعليق خطين أنابيب لنقل الغاز ونقل البترول إلى أسيا كلها يعني برضو أنت عندك خط ناقل للغاز والأنبيب والبترول معلقين في الكبري بس أنا أعتقد أنه ده يعني ممكن ندرسه مؤخرا شوية لما نوقف تفجيرات خطوط الغاز اللي عندنا هم إن شاء الله بعد التفجير السياسي كل حاجة هتستخر بإذن الله حالا قلت المشروع ده يتكلف حوالي 3 مليار دولار مبدئيا يعني ميزانية مبدئية طب الكبري ده ممكن يعني نقول إيه نحصل بقى الفلوس اللي احنا دفعناها دي في ظرف قد إيه وهل هنعمله مثلا إيه بتعريفة لمرورها على الجسر ولا هيتم تعمل مع الزهر طبعا المشروع برضو دراست مبدئيا جدا كلها أرقام يعني أوف ذا هيت كده ما هيش ما تدرسها بالتفصيل لكن مقدر لي إن هو يجيب تكلفة في حوالي 10 سنوات فإذن برضو هناك في عروض من بعض المستثمرين من ضمنهم الحكومات السعودية والمصرية لكن السعودية أكتر شركات زي شركات الخرافي شركات المقرومين العرب مش عايزين نقول بس أسامي أسامي شركات لكن هي لكن كان موجود في الصحف يعني إنما عايز أقول في بعض الشركات خطاع خاص هتخش تنوي المشروع عشان تقدر تجيب العائد على استثمار دوا في خلال 10 سنوات من خلال فعلا التعريف هتدفع ممكن تكون كل العربية تدفع مبلغ معين ما هي الحضاراتك قلتها دي ممكن هي لب المشكلة اللي احنا عندنا دلوقتي إنه الشركات دي لو جات تعمل ده هتعملوا بالنظام بيوتين نهية تعملوا وتستغلوا 99 سنة بك هترجعوا للحكومة وبالتالي هنديها تسهيلات الشركات دي دلوقتي في ظل الوضع المتوتر اللي احنا فيه وبرضو تردد الكثير من الوزارة في الدخول في مشاريع بهذا الحجم وإن هي تدي تسهيلات بشكل أو بآخر حتى لا يتم اتهامهم لاحقا إزاي نقدر نعمل ده لو اتجاهنا إن احنا كحكومة وكشعب اللي هنعمله وإزاي نقدر نعمله بنظام بردو البيوتين يعني إزاي نقدر نعمله كده وإزاي نقدر نعدي المطاب بالنحية التانية بتاع البيوتين لا هو منحة مشاركة القطاع الخاص لازم نلجأ للقطاع الخاص لأن التكلفة عالية جدا بعدما نلجأ لمنح أو لقروض من دول أخرى أعتقد أن القطاع الخاص هيبقى أوقع أن احنا نستعين بيها حتة وغيرها ندمن الخدمة وندمن الصيانة بالضبط أنت ما تشوف النهاردة المخاطرة اللي بتصاحب نقل أو عبور أي سيارة من خلال العبارة في البحر الأحمر ويدفع عليها مثلا على العبور دو حوالي 400 أو 500 جنيه ويدفع نفس المبلغ مش أقولك أكثر منه بس ممرور على الكبري آمن وفي وقت أقل أكيد هيروح للكبري فإذن العائد موجود بدرجة كبيرة جدا وهنا الامتيازات اللي هيخدها المستثمر جوه الأراضي السعودية وجوه الأراضي المصرية مش هكون مطلوبة كتير لأنه قريدي عنده أسد عالية جدا اللي هيكون الكبري نفسه إنما أفتكر الفايدة الكبيرة هتعود بقى على مرور الطريق دوا في المناطق السينة كلها مرورا بمدينة الطور هيعمل حياة وهيعمل عبرها بالضبط طيب إحنا سمعنا وفي أخبار كثيرة توطرت أنه رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب حدد موعد لوضع آليات لتنفيذ هذا الجسر هالمعنى ده أنه هيتم البدء في عمل الجسر قريب ولو ده هيحصل متوقع الكلام ده يبتدي وفي الحالة كان فيه اجتماع فعلا مع المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل في مجلس الشعب الأسبوع اللي خلص دوا ونقشنا فيه موضوع الجسر البري باختصار لأنه كان فيه موضوعات كتيرة يعني نقشناها في الاجتماع فهو الموضوع ده في بداياته بأن نحاول نعمل تنسيق ما بين الجانب المصري والجانب السعودي بحيث يكون على الأقل زي ما قلنا فيه دراسة جدوى مبدئية تقول الكبري دوان هيكون تكلفة قدئية ومصاره قدئية ومصاره ازاي تمام طيب متوقع أنه لو تم عمل هذا الجسر هيقد عمالة قدئية يشتغل فيه عمالة قدئية ويخلص في كم سنة في حدود هو مدة التنفيذ المتوقعة برضو هي حوالي ثلاث سنوات لو إن شاء الله الأمور يمشي كويس يعني حجم العمالة المتبادلة طبعا نحن النهاردة ممكن يوصل حجم العمالة في السعودية لوحدها ممكن يوصل لمليون مصري أو ممكن أكتر في السعودية حجم ده هتزايد بكتير جدا لو إن إحنا عملنا الجسر البرل لأن تكلفة الانتقال هتقل العمالة اللي هناك هتحس إنه هو فرصة ترجوعه لمصر أو تريد ترجوعه لمصر أسهل ما هيش غالية فهتبصد لاي الناس تروح أكتر وفيه تبادر تجاري أكتر وبرضو وجود الإخوة المواطنين السعوديين في مصر واستثماراتهم في مصر هتزيد سواء في منطقة سيناء أو في مصر بصفة عامة فإذن التوقع بتاعه توقع عالي جدا طيب في البعض بيقول إنه مشروع جسر زي كده ممكن يؤثر على الطبيعة البدائية والنظيفة في سيناء لأنه هيبقى عمران وهيبقى عوادم سيارات وطبعا هتبتدي تظهر بما إنه إحنا في مصر لسه عندنا مشاكل العشويات فهتلاقي ناس تلاقي عشويات وعشويات وعشاش وهتبقى حمد بقى بوزنا سيناء الرد على هذا الكلام ممكن يكون إزاي؟ لا وزي ما بقولوا إيه الوقاية خير من العلاج لو إحنا لينا يعني نية أو لينا إرادة إن إحنا نحافظ على التنمية العمرانية في سيناء ونخليها تبقى للمخطط معين هنبدأ ونبادر بوضع المخططات دي وتنفذها وتسكين الناس وتوفير فرص الإعمالة قبل ما هم يعملوا حاجات عشوية أخصا أن إحنا هيكون عندنا حجم مرور من دول مختلفة وزي ما قلت من دول أسيا كلها سواء السعودية الأردن تركيا تركيا طبعا في أوروبا مش في أسيا كل الموطقة دي هتصب عندنا فإذا كل ده ما يمر هيبقى فيه مشاريع كتيرة طبعا حضرتك تعتقد كسؤال ختمي أنه إحنا محتاجين نعمل هذا الجسر في إطار خطة متكملة لتشكيل شبه جزيرة سيناء في إطار أنه إحنا توقفنا تماما أو مش توقفنا وإحنا ما عملناش فيها أي توسع عمراني ما كانش فيه تخطيط لتنميتها في السنين اللي فاتت فهل إحنا لو هنعمل الجسر ده محتاجين أنه يبقى في إطار خطة شاملة ولا ممكن نعمل الجسر وبعد كده نشوف سيناء هنعمل معها أكيد طبعا مفروض يكون في إطار خطة شاملة لأن الجسر هيثري كتير جدا من فرص العمل وبين حركة المرور سواء حركة المرور يعني برية أو سكة حديد أو أين كان وصلت الانتقال أو نبيب زي ما قلنا نقل الغاز أو نقل البترول كل ده هيوفر فرص عمالة عالية جدا في المنطقة وأعتقد يعني ممكن يعمل تجمعات سكانية مش قليلة على طول حوالي يعني 300 كيلو الموازن للبحر لها هو أنا سؤالي ده بس كان لسبب وحيد بما أنه حضرتك أستاذ في الطرق والمرور في جامعة القاهرة فبالتالي كان سؤالي ده سبب تاني خالص إنه إحنا نفسينا لغاية دلوقتي شبكة الطرق اللي موجودة يا دوبك بتعدي عربية رايح وعربية راجع يعني شبكة الطرق ما هياش بالكفاءة الكافية إن هي تقدر تحركنا كويس في سيناء فهل إحنا محتاجين لإعادة تخطيط بالنسبة للطرق والمرور قبل ما نفكر في ده ولا نعمل هو بالفعل كان في وزارة النقل يمكن من حوالي أسبوعين كان تم عرض المخطط القومي للنقل في مصر على مستوى الجمهورية كلها وإيه هي الطرق المحتاج واللي مطلوب نعمل لها إنشاء جديد والطرق اللي مطلوب نعمل لها تقوية أو توسعة أنا عايز بس أضيفة على الكلمة دي حاجة صغيرة أنا آسف اللي مضيفتهاش إنه غالبية الطرق يعني الجزء الرئيسي اللي في الطرق اللي معمول في سيناء ده معمول من أيام اليهود من أيام اليهود كانوا في سيناء كلام مصبوط بس طبعا ده برضو أضيف بعض الطرق الجديدة منها الطريق الدولي اللي مطلوب معاكين أنا أتكلمي يعني الأساس الطرق اللي احنا بنعاني منها في الملفات عند شرم الشيخ والطرق اللي بتبقى صعبة أو أشوف يعني ترامى إن شاء الله هيكون فيه اتصال بري ما بيننا وبين قارة أسيا بصفة عامة لازم ده يعني يستوجب علينا إن احنا نوسع الطرق كلها وننشئ طرق جديدة في سيناء كلها ونعيد النظر فعلا في التنمية في شفة جزيرة السيناء كلها دكتور حزين أحمد حزين أستاذ الطرق والمرور بجامعة القاهرة بنشكرك جدا يا فندم ونورتنا شكرا جزيلا مشانين دي كانت نهاية فقراتنا في نهارك سعيد النهاردة كنا معاكوا ساعتين على الهواء من 9-11 الصبح يا رب نكون قنا ديوف خفاف عليكوا يا رب دايما نهاركوا سعيد نشوفكوا بكرة مع فريق عمل جديد سلام